وينضم إلينا مراسل الغد من القدس المحتل أحمد البديري أحمد ردود الفعل الإسرائيلية بخصوص الإعلان الأمريكي بخصوص الصحراء المغربية وكذلك أطبيع العلاقات أو مستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وهل من ترتيبات ديبلوماسية في الأفق أحمد لغاية الآن كل ما سمعناه كان جزءا من الترحيب الدبلوماسي الذي عبر عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمينة يهلالة أمس في خطاب مقتضب وذلك على عجل لأننا نعلم بأن الحكومة الإسرائيلية لم تكن تعلم بأن هناك أمر يدور تحديدا مع موضوع المغرب بشكل واضح أو على الأقل التوقيت ولذلك كان هناك استعجال حتى أمس عندما حوالنا أن نتصل بمكتب الرئيس الحكومة الإسرائيلية لم يكن يعلم بأن هناك أي ترتيبات بهذا الخصوص عمد بن يمينة يهل أعلم بهذه المسألة قال بأنه يرحب بالقرار التاريخي لملك المغرب يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال بأن الجالية المغربية اليهودية التي سوف تلعب وكانت تلعب دائما جسر من المحبة بين المغرب وإسرائيل أيضا سوف يكون لها الدور البارز في هذه المسألة وطبعا كان الحديث حول الإجراءات المستقبلية الذي فهمنا بأنه سوف يكون اليوم هناك اتصال هاتفي بين الملك المغربي وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي في محادفة هاتفية ثلاثية هذا الاتصال الذي سوف يؤسس لبداية العلاقات الدبلوماسية ولكن باليمينة أن يهو أمس تحدث حول إعادة فتح مكتب الارتباط الخاص بإسرائيل والذي أغلق في بداية عام 2000 وذلك خلال الانتفاضة الفلسطينية علما بأنه دائما كان هناك مكتب الارتباط في 90 طبعا مكتب الارتباط في إسرائيل موجود في المغرب العربي وهذا كان يؤسس لجملة أو بداية العلاقات الدبلوماسية ولكن هذا المكتب أغلق إلا أن سياح اليهود الذين عمليا يذهبون باستمرار إلى المغرب لم يتوقفوا يوما من الأيام وذلك بشكل غير معلن وغير مباشر إما عن طريق طنجة أو إسبانيا أو غيرها من الطرق وذلك نتحدث هنا عن اليهود السفردين أي اليهود الذين جاءوا من المغرب في أوائل الخمسينات من القرن الماضي وطبعا كان دائما هناك علاقات دبلوماسية سرية الإسرائيليون كانوا يتحدثون عنها مثل لقاء رابين مع الملك الحسن الثاني في أواصف السبعينة من القرن الماضي أحمد مكتب الارتباط ماذا أيضا بخلاف مكتب الارتباط كيف سيكون شكل استئناف العلاقات الإسرائيلية المغاربية الآن يتحدثون في إسرائيل بأنه يجب أن يكون هناك انتقال ولا يجب أن يكون هناك استئناف فقط لمكتب الارتباط كما قال نيتنيهو يجب أن يكون ممثلية يعني يتحدث نيتنيهو المكتب ممثلية يتحدثون بأنه كان يجب نيتنيهو أن يذهب بإتجاه أن يكون هناك علاقات دبلوماسية تماما كما حدث مع الإمارات وأيضا مع المحرين بفتح سفارة موجودة في المغرب هذا الجانب الثاني كان الحديث حول تسيير الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء المغربية وأيضا هبوط الطائرات الإسرائيلية في المغرب وذلك في إطار نقل السياح أو رجال الأعمال القضية الثالثة التي فهمناها صباح هذا اليوم بأن المصادر الإسرائيلية كانت العسكرية طبعا تتحدث عن أن هناك موافقة أمريكية لشراء المغرب لمجموعة من الطائرات متطورة هي طائرات مسيرة درونز ولكنها متطورة جدا من الولايات المتحدة هذه الصفقة العسكرية إسرائيل لا علاقة لها فيها هي ليست طائرات إسرائيلية ولكن يبدو بأن الولايات المتحدة خلال سنوات كانت ترفض أن تريع مثل هكذا طائرات إلى دولة المغرب إلى المملكة المغربية الآن تم السماح في إطار هذه المسألة تماما كما حدث مع الإمارات عندما طالبت بشراء F35 وحصلت على موافقة مبدئية في هذا الإطار القضية الثالثة في إجازة هي قضية أن يكون هناك أيضا تعاون على المستوى الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل وطبعا التوقيت هو مهم هو لمصلحة بن يمين نتنياهو الذي عمليا خلال الأسبوع القادم لربما سيكون هناك حل الكنيسة الإسرائيلي هذا يزيد من شعبيته هذا يعطي أيضا دفعة كبيرة للخيارات التي قدمها للمجتمع الإسرائيلي مقابل يعني منافسي في داخل الإتلاف الحكومي أو في المعارضة وعمليا هذا يأتي ضمن سياق سياسي سوف يستفيد منه بن يمين نتنياهو جد الاستفادة الآن تبقى الأمور قيد التفاصيل هل سوف تكون صفارة ممثلية هل سوف يكون هناك توقيع اتفاق في المغرب في إسرائيل أم في البيت الأبيض طبعا هذا لن يكون في عهد ترامب إلى العملية تبقى فترة قصيرة وبالتالي هل هذه الترتيبات يمكن استباقة وبالتالي ترتيب في الهكافة لقاء في البيت الأبيض خلال قل من شهر هذا ما زال لغاية الآن غير معلوم طيب أحمد اسمح لي أن ننتقل إلى الرباط وفدوى المرابطي مراسلتنا من هناك إذن فدوى ما هي ردود الفعل المغربية بخصور الإعلان الأمريكي في البداية وما هي أو سنتحدث فيما بعد أيضا عن شكل الاستئناف والاعتراف وتأثيره على ملف الصحراء تفضلي فدوى نعم بالنسبة لتطورات يوم أمس لعل أبرز حدث بالنسبة للمغرب ولي المغاربة هو إقرار الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على أراضيها الصحراوية وإعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن إصدار قرار رسمي بما له من حمولة قانونية في هذا الاتجاه أيضا كان هناك إعلان من خلال بلاغ للديوان الملكي الذي صدر أمس بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال هذا البلاغ للديوان الملكي تم الإشارة إلى أن ولاية المتحدة الأمريكية ستفتتح قنصلية لها بمدينة الداخل هذه المدينة التي توجد في الجنوب المغربي لتكون بذلك أول دولة غير عربية وغير إفريقية دولة عظمى تتخذ نفس الخطوة التي اتخذتها عدد من الدول كانت أخرها دولة الإمارات العربية المتحدة وبافتتاح قنصلية عملها بمدينة العيون هذا القرار من الإدارة الأمريكية هنا في المغرب يعتبر بالموقف التاريخي موقف من دولة عظمى دولة هامة في قرارات مجلس الأمن من شأنه أن يعزز موقف المغرب في وحدته الترابية وأيضا أن يعزز موقفه الدولي بشأن مقترحه للحكم الداتي تحت السيادة المغربية طرحنا سؤالا يوم أمس على وزير الخارجية المغربي إن كانت هذه الخطوة ستفتح الباب أمام العديد من الدول الكبرى مثلا فرنسا إسبانيا وغيرها من الدول لاتخذ نفس الخطوة وأكد لنا أو قال بأن الدبلوماسية تشتغل وأنه قد تكون هناك معلومات أو مؤشرات إيجابية لكن لم يشير إلى ذلك بصريحة العبارة مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب جمعت بينهم خلال الفترة الأخيرة كانت هناك عديد من الشركات الاستراتيجية وكما قال ترامب فالمغرب أول بلد اعترف باستقلال ولاية المتحدة الأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر أطول معادة في تاريخ الولايات المتحدة هي معادة الصداقة والسلام الموقع بين المغرب والولايات المتحدة والمستمرة إلى اليوم كان هناك تعاون عسكري مكثف مؤخرا في مجالات أمنية محاربة الإرهاب، الهجرة، اتفاقيات عسكرية، اتفاقيات اقتصادية تولت في الأوين الأخيرة عدد من الزيارات لمسؤولين رفيع المستوى كان هناك تنسيق أيضا بين الإدارة الأمريكية وبين الدبلوماسية المغربية في عدد منها القضايا الإقليمية وكانت تنويه بجهود المغرب مثلا في الأزمة الليبية إذن فهي دينامية جديدة قرار الإدارة الأمريكية في عرف المحللين والمراقبين السياسيين وانتصار للدبلوماسية المغربية خاصة أنه يأتي بعد الأحداث التي شهدتها منطقة القرقارات والتي تابعناها وكانت خلالها عرقلة للبوليزاريون لحركة السير وعرف التدخل للمغرب آنذاك لإعادة تأمين هذا المعبر وهو مشكل تنويه المنتظم الدولي وأكد خلاله المغرب أيضا تشبته باتفاق وقف إطلاق النار الموقع نعم إذن أجملت فدوى ما يتعلق بخصوص هذا المواقف المغربية وشكل استئناف للعلاقات وأيضا الاعتراف وتأثيره على الملف الصحراء المغربية شكرا جزيلا لك مرسلة الغد فدوى المرابطي كنت معنا من الرباط أيضا الشكر موصول لزميلي من القدس المحتلة أحمد البديري